اخبار اليوم اخبار مجريات العمل بوحدات حقوق الانسان ومكاتب خدمة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ووجه بتوفير مئة كرسي متحدث لكافة مدريات الامن للتيسير على تلك الفئة اثناء ترددهم على الاقسام واطمأن على الخدمات الامنية المقدمة للمواطنين ومدى يقضت القوات وسرعة التفاعل مع شكاوى وبلغات المواطنين مع الالتزام بحسن معاملتهم كما تفقد جانبا من التدريب الصيفي لطلبة قليات الشرطة داخل الاقسام بما يسق المهراتهم ويؤهلهم للانضمام لمنظومة العمل الامني وتفقد الوزير غرفة التحكم المركزي بمدرية امن الاسكندرية والتي يتم من خلالها التنصيق بين كافة الاجهزة الامنية بالمحافظة لسرعة مواجهة المواقف الامنية الطارئة وكذلك غرفة عمليات المرور وشدد على ضرورة الحسم في التعامل مع المشاكل المرورية خاصة الجسيمة منها ووجه بتكثيف الحملات المرورية اليومية على الطرق والمحاور الرئيسية داخل وخارج المحافظة لضمان السيول المرورية امام المواطنين والمترددين على المحافظة في فصل الصيف مع احكام الرقابة على الاسواق والقطاعات التموينية المختلفة لضمان الالتزام بالاسعار وعدم المغالاة واكد ان وزارة الداخلية ستواجه اي فساد او انحراف من شأنه الاضرار بالاقتصاد القومي وزير الداخلية التقى قيادات وضباطة وافراد مدرية امن الاسكندرية حيث استعرض تحديات المرحلة الراهنة ومحاولات العناصر الارهابية زعزعة استقرار الوطن وهو ما يتطلب تحديث خطط وبرامج التدريب وتوفير كافة الامكانات للارتقاء بالاداء الامني احنا بنقود هذه المعركة بالنيابة عن زي ما بنقول عن التسعين مليون مصري هناك زملاء بيستشهدوا زملاء بيصابوا ولكن اللي احنا بنقوله ان احنا على اسرارنا وعلى عزمتنا في مواجهة هذه الاخطار واكد ان تعاون المواطنين وتلاحمهم مع الشرطة ضرورة لتحقيق الامن وهو ما تجلى في احباط العديد من المخططات الارهابية مشيرا الى ان احترام حقوق الانسان وقرامة المواطنين احدى ركائز العمل الامني وانه لا تسطر على اي متجاوز او مخطئ واي التجاوزات من البعض هي سلوك فردي لا يعبر عن استراتيجيات وزارة الداخلية ويسيء لجهود وتضحيات الشرطة واشهد الوزير بالجهود الامنية المبزولة لمواجهة الارهاب وعناصره ووجه بتكسيف التواجد الامني بالشارع تحت اشراف المستويات القيادية المختلفة من جانبهم اكد الحاضرون اسرارهم لمواجهة التحديات الامنية مهما كلفهم ذلك من تضحيات في سبيل حفظ امن الشعب المصري عبدالله بركات